يتواصل صرف المقرارات التمونية بالدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية والمقرر لهم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بتنفيذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية وسيتم صرفه في صورة حزمة من السلع التمونية لمدة ستة أشهر تحية لكم بدأت منذ صباح اليوم بدء صرف السلع التمونية بالزيادات الجديدة في مختلف مدريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية نحن اليوم في إحدى الأماكن التي يتم صرف فيها السلع التمونية بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح أسيسي في محافظة الجيزة نشير بداية إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين وأيضا تحدثت مع عدد كبير منهم الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالحزمة التي أعلنت عنها الدولة ومسل في القيادة السياسية وأشير في هذه النقطة إلى أن هناك ستة وثلاثين مليون مستفيد من هذه الحزمة الحزمة الإجراءات الحماية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح أسيسي حيث هناك الزيادات تصل من 100 إلى 300 جنيه 100 جنيه للبطاقات التمونية التي فيها أسرة واحدة و100 جنيه للبطاقات التمونية التي مسجل عليها من أسرتين إلى ثلاثة أما البطاقات التمونية التي فيها أكثر من أسرة فيصل الدعم فيها إلى 300 جنيه ومن لم يتمكن من الصرف اليوم له فرصة في الصرف غدا أو بعد الغد أيام الشهر لكي يتمكن من الصرف الزيادات أو السلع الغزائية بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية عليكم زملائي في الستوديو ترجمة نانسي قنقر